وريد الحج صلى القبول ومريضة هل لها أن تجعل ابنها يحج عنها شيخ الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام ورسول الله عليه الصلاة والسلام استفتت صحابية رضي الله عن النبي عليه الصلاة والسلام عن أبيها الذي أدركته فريضة الحج ولا يستطيع أن يثبت على الراحلة حج عنه فالنبي عليه الصلاة والسلام قال حجي عنه فإن كان هي لا تستطيع بالفعل أن تتحرك أو أن تقوم فيحج عنها ابنها أما ويكون هذا مستمر أما إن كان المرض يرجى شفاءه تنتظر حتى يشفي الله سبحانه وتعالى أما إن كانت تتحرك بصعوبة محتملة كما تتحرك في حياتها اليومية تخرج وتدخل فنقول لا يجوزنا أن تنيب عنه نعم جزاك الله خيراك ومتولي وشفاء الله عفاها